اهلو سيوكي يا حيواني عمين يارب تكونوا بخير و احسن حال طبعا النهاردة سنصمم بيت باللون البينك كما انتو طلبتو نفسوك قوي ان انا سمم بيت باللون البينك فالنهاردة سنصمم بيت باللون البينك فى يلا بينا نبدأ التصميم السوا يلا بينا اول حاجة دخلت على البيت تكده وعمل تصميم بسرعة وحلوة جدا طبعا عايزة اخلي كله بينك باي طريقة عشان انا بحب اللون البينكي جدا الاحp العلم من البينكي جدا اเลย انا زالت كنابه باللون البينك وشاذجاء التربايزة باللون البينكي جدا سوف اخطر للون البينكي جدا هي عمل الزرعة فى لانيهان ويسو Larambe تصمي جدا بعد التصميم وللهجاء فعند دخلت نصر البيت Continuing تواجدها فعشان كده عجبتني شايفين الحلاوه جاد شكله حلو قوي وطبعا كده عملت اول اوضه عقوضة صغيرة جدا جدا وجميلة جدا تعالوا بقى نتق في اوضه النوم هاخلي الحيطة دي برضو باللون البينك كده ها حاول اخلي الوضه دي كلها بنفس الوان الحيطة وكمان الارض كده وطبعا هاخد السرير الجميل ويجيب برضو الدولاب الكبير ده شايفين اوضه شكله حلو ازاي واخليهم باللون البينك دولاب موجود ثم اختار اللون ده شايفين؟ هاختي موجود ثمى هاختار عجب برضو السجادة البينك كده هاخلي اللون ده كده وهنا برضو اخلي اللون ده وهنا برضو اعمل نفس الحغار وهنا برضو بينك حايفين؟ هاخلف هي جميله قوي دي الاجبه دي كمان اخريها برضو باللون البينك دعونا هذه بلون البينك و دي كمان و دي كمان دي حتى الهدوم و شوزات جبتها بلون البينك سوف اروسومها ثم اروسومها و حوتيت الشنطة دي هنا كده لقد جبت عجبيني خالص و جبت كمان الدباديب دول بلون البينك طيفين الشوزات الحلوة دي بردو بلون البينك عجبوني جدا فاجبت له لدي أجبها من بره مش شارط من البيت ذات نفسه لا بجد أخره بسهن هنروح محل الشوزات بجيب الشوزات باللون بينك والفاساتين وهكذا خليت هنا المكان ده للشنطة والإكسسوارات وهنا المكان ده للشوزات هنا برضو جبت الدرجة بتاع الميكوب ده حط فيه بلاشا وروز واو شوفوا الجمال طبعا كده عملت القطين دولة هقفل الدولاف كده وهروح على القوضة اللي بعدها وكمان برضو أخلي القوضة دي أعملها كده زي مكتب كده آآ ترابيزة بقى وكراسي وكده فأخلي برضو اللون البينك هل نانشك مكتب كده قدع ما يعلم Also i just the outer هل ترابيزة كمان واخليها لمنظره كده وكمانا الكورسي ده جبت من برا من بيت برده وفي السجل هفوه باللون البينك فكدا Most are blue and pink وكمان جبت this shai Maicbook وهذه اللامبه دي برضو باللون البينك وكمان برضو أحط اللامبه دي أحب أن تكون في الأيام وكماً هل ترون هذا الروف؟ يوجد شكل جيد و أضع هذه اللامة و أضعها باللون البينك وكماً الروف يجعله باللون البينك بجد شكل جيد لا بجد أرسوه وكماً نعاد على دولستيشن باللون البينك و هذه العلبة و أضعها هنا وكماً والدفاتر وقد أضعها باللون البينك و هناك الكريم باللون البينك و هذا الجديد و أيضاً و هناك عصير يجب أن تضع سناكي فجبت العصير و أضعها باللون البينك باللون البينك و هذا المقلمة باللون البينك هل ترون أنها قد نقصها؟ شايفين دي شكل القوضة جميلة جدا بجد شكلها عامل ازاي طحفة هنا بقى هحط برضو هخلي الارض كده باللون المفيش بينك فخليها ابيض وكمان عجبتني الكنبة اي كبيرة دي كده ولكورس ده اوض الكنبتين دول برضو حلوين اوي هخليهم كده باللون البينك واو بجد طحفة شكلهم جميل شايفين دي شكل الكنبة والكنبتين الصغيرين دول كمان هعيز احط كده ترابيزة صغيرة مثلا زي ديت كده واخليها كمان باللون البينك اهو قررت اغير رأيي واخلي الترابيزة دي شكلها برضو لطيف وكمان لايق كده اهو واخلي دي وكمان احط هنا وردة اوفوزة او اي حاجة واخلي احط الفوزة الصغيرة دي جميلة جدا يلا بينا بقى نبدأ في المطبق خلي برضو لون الحيطة بينك برضو اظهر احسين ان هذا اصلا يجب yourselves اظهر اخلي شكل الون واخلي دي لطيف الغيطة بينك بردوا واخلي دي ساقلي اللون هذا етров الهوزة وهو dynamروب وهو اللون dan dort وهو ترابي وردوا اجد بسلج البيتوجاز ال بالجد في اللون البينك كمانavenس ترتابيون ووانا احب الشكل جدان 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 وينات ellaserkINO أول شيء هو قلب تجاز هنا أضع هذا البتاع و هذا أيضا و سأضع بلون البنك و هذا أيضا و أضع بلون البنك و هذا الثلاج ودوله أضع بلون البنك و هذا الدولاب لأضع الأطباق و الكوبايات نسيت الحوض أضع بلون البنك أهم شيء سوف اضع فعلا اهو بس كده هشيل كل دول هطيت هنا برضو الكرسيين دول واخليهم كمان باللون البينك كده اخلتهم كده باللون أبيض والكرسيين دول كمان باللون البينك بجد عجبني قوي شكله فرحانا بجد وهنا ده كمان الله طحفة شايتين شكل المطبخ حلوه صغير هاخد بقى البرودة باللون البينك شايفين شكله عامل ازاي؟ جميل جدا واخد كل السحون ديت اللي باللون البينك هحطه هنا كده واخد ثلاث كبايات دور باللون البينك شكلهم عصول خالص واخدهم هم كمان انا هجب اي حاجة باللون البينك حرفيا وطبعا جبت برضو السحون ديت وحطها هنا برضو وكمان جبت ايس كريم بالفراولا يعني باللون البينك واجبت عصاير كتير قوي باللون البينك وكمان جبت التورتة ديت برضو باللون البينك وهو ايس كريم باللون البينك وكمان جبت معالق باللون البينك كده عشان الايس كريم جبت بقى البراد ده والطاصة ديت كمان وهنا جبت بقى كروسه وحاجات كتيرة كده وهنا الكريم الشانته ده باللون البينك برضو هنحطه فين هنحطه هنا كده وجبت الجاتو ده برضو وهنا برضو الايس كريم ده وعصير كتير جدا 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 باللون البينك والصوص الفراولا ده وباس كده التلاجة نايت دعالوا بقى ندخل على التلاجة جبت الباسكت ده بلون البينك بิ customer فهأخلي برضو كده كله اللون بينك أخلي الحوض كده باللون البينك كده والاوه تحفة تحفة بجد تشايفين؟ تشايفين الجمال بجد؟ أنا بحب قوي اللون البينك جدا اللّ L parole بحب للبيっち empowering اكتبلي في الكومنتاث أهو وي سكن mới به同 performers بلى اللي Bonjour دعالوا شي ب ash كما قلت لكم أخلي هذا هنا وهي أخلي الأرض أيضا اللون هنا لا يوجد أخليه لا يوجد أخليه فقط حسنا تصميم البيت باللون البينك جدا وخرافة هذه هي الأوضة الكبيرة وفي الدولاب حضرت هنا هدوم وهنا كمان حضرت صالة وهنا المطبخ والتويلت وهذا كان فيديو النهاضي لا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باي